الملاحظة الثالثة والأخيرة هي حول الكوارث الطبيعية التي نقرأ عنها وليس يتحدث عن زلزال صغير هنا وهنا يتحدث عن كيف النجوم تتساقط على الأرض وكيف الكون يرتجف كله وما يحدث على المستوى الكوني كيف نريد أن نفهم هذه الأمور التفاف السماوات والكوارث الكونية يجب أن تفهم كما فهمها المستمع الأول هذه الأصول هي كيف نفهم كلمة الرب كيف فهمها المستمع الأول مثلاً نحن في أيام الحرب الدرج عبارة نقول أنا خرتوش فردك سمعينا أنا خرتوش فردك الزباط يعرفون عن شام نحكي أنا خرتوش فردك إذا بعد ألفين سنة جينا حتى نفسر عبارة أنا خرتوش فردك رينيها بكتب من الكتب مكتوبة من ألفين سنة وجينا ما نفسرها كيف نفسرها هل منفسرها حرفياً أنه لما الأسيس لما فلان إيلا فلان أنا خرتوش فردك يعني هو كان مؤمن أنه عم يتحول لخرطوشي ورح الآخر يتحول لفرد والخرطوشي رح تفوت بهالفرد ويطلق النار على الآخرين هيك يفهمها ممكن حدا يفهمها هيك بعد ألفين سنة بشكل حرفي لكن الحقيقة لما نطقنا بها كان المقصود فيها مجاز تعبير مجاز المقصود فيها أنا في خدمتك بأمرك طلب مني البدكي وأنا مستعدة نعمل فإذا بتفهمها غير هذا الإطار بتكون أنت أسأت التفسير لأنه مش هيك قصد المتكلم والمستمع ومش هيك فهم المستمع الأول فكيف منفهم هالكوارث الطبيعية نفهمها بسياقة والمقصود فيها تعبير مجازية تشير إلى عظمة الله الكونية ودينونته الظاهرة للكل فالمستمع الأول لما كان يسمع عن هذه الأمور كان يفهم الله سيدين الأمم الله رح يدين المسكون بالعدل استعد في أمثلة عديدة إذا بتفتحوا معي إشعية 34-1 لأربعة رح أقرأ بعد الأعداد عليكم بول اقتربوا أيها الأمم لتسمعوا وأيها الشعوب الصغو لتسمع الأرض وملؤها بدوا يسمع الكل بدوا الكل يعرف كل الكون يسمع صوته يعرف شو بدوا يعمل المسكونة وكل نتائجها لأن للرب سخطا على كل الأمم شايفين دينونته على الأمم وحموا على كل جيشهم قد حرمهم دفعهم إلى الذبح فقتلاهم تطرح وجيفهم تصعد نتانتها وتسيل الجبال بدمائهم الويفنا كل نجوم السماوات جند يعني نجوم وتفنى كل ويفنى كل جند نجوم السماوات وتلتف السماوات كدرج كانك عم بتسكر سجادة عم بتضب سجادة البيت وكل جندها ينتثر كانتثار الورق من الكرمة والسقاط من التينة فهنا في صياق الحديث عن دينونة الله للأمم يقول السما بدأ تلتف ونجوم الأرق نجوم السما بدون يوقعوا هل هيدا الكلام حرفي لا لأنه بعد شوية من شوف في شعب الله المختار اللي الله يريد يحافظ عليه على الأرض أنتو تعرفوا أنه في مليار مليارات النجوم صح بهذا الكون كله إذا هوا كله سقطوا على الأرض شو بيصير بالأرض ببطل في أرض صح تفنى الأرض أنتو تعرفوا أنه في نجوم كل حجم نجم ألف مرة أكبر من الشمس وماذا عن الأرض فهل أحجام ضخمة وكبيرة العلم اليوم بقلنا أنه هيدا الشيء مستحيل يصير ويبقى الإنسان أو يبقى في شيء على هيدا الأرض أكيد أكيد هذه التعبير لما نطق بها الوحي كان المقصود فيها تعبير مجازية لحتى تفهم أنه دينونة الله قريبة أرجوك نجي نفسك ما تأجل أرجوك الله بديد الخطيئة بالإنسان ودينونته دينونته عامة وكونية بديك أنك اليوم تنجى من هذه الدينونة برؤية 6-12 مكتوب ونظرته لما فتح الختم السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت والشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم شوفوا شو صار ونجوم السماء سقطت على الأرض نجوم السماء كلها سقطت على الأرض من وين جيب هالعبارة هالمصطلح من بيعرف من إشاية إشاية طلعوا معي على العدد أربعة ويفنى وتفنى كل نجوم السموات نفس العبارة الكما تطرح شجرة التين سقاطها كمين ارجعوا على إشاية والسقاط من التينة نفس المصطلح بعدين إذا هزتها ريح عظيمة العدد 14 والسماء انفلقت كدرج ملتف ونراها هنا وتلتف السموات كدرج كل هذه تعبير مجازية عم يستعمل نفس لغة إشاية لحتى يقلنا دينونة الله عظيمة جدا ودينونة الله كونية هل أنت مستعد هل أنت مستعدة أختي ليس من الضرورة نفهم كل هذه المصطلحات بشكل حرفي ليس هذا المطلوب المطلوب نعرف أنه في دينونة ستسبب الألم والخوف للأشرار لا تكون واحد منهم أرجوك لا تكون واحد منهم اسمعني لا تكون واحد منهم تعال عند الرب يسوع المسيح اختبر خلاصه وفدائه لتنجو من الدينونة الخلاصة الكوارث الطبيعية هي وصف رؤيوي لدينونة الله العظيمة والمخيفة المرعبة المفزعة المروعة الله يتحرك بهذا التاريخ الله موجود بيناتنا الله يعمل في التاريخ وخارج التاريخ إياك تظن الله غايب الله حاضر بالبركة وحاضر لكي يديم اشتركوا في القناة